من جديد أهلا بكم دعا آية الله سيد عبدالله الغرفي خلال خطبة صلاة الجمعة اليوم من جامع الإمام الصادق بالإدراز في البحرين إلى قراءة بيان الشيخ عيسى قاسم الأخير والذي أكد على تمسك بالإصلاح السياسي في غضون ذلك أكد لقاء دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في البحرين على هامش الجلسة الثامن والعشرين لمجلس حقوق الإنسان تابع للأم المتعدة في جينيف أن شعب البحرين تغلب على الإنقسامات وحافظ على المبادة من خلال مطالبته بحرية التعبير ورفضه التدخل الخارجي تتواصل التظاهرات في أرجاء البحرين تضامنا مع معتقلي الرأي وخصوصا الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان المعتقل منذ 74 يوما وانطلقت المسيرات في عدة مناطق أبرزها الدي والسنابس وجد حفص والمصلى غرب العاصمة المنامة وشددت التظاهرات على أهمية التحول إلى الديمقراطية والشراكة والمسواة مؤكدين على التمسك بالحراك الشعبي حتى تحقيق المطالب الشعبية المحقة بدوره دعا رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في البحرين على هامش الجلسة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السلطات في البحرين إلى إطلاق صراح الشيخ علي سلمان اليوم الشيخ علي سلمان رجل المحبة والسلام لم يقبل قط حتى بالشعارات كان يرفض شعار عندما يخرج شعار من أحد عامة مئات الألاف من الناس اللي في المسيرات إن قال أحد ودعا إلى أسقاط النظام كان يردعه ويقف ضده ويقول ليس هذا هو نهج هذا الحراك السلمي وفي خطبة صلاة الجمعة من جامع الإمام الصادق عليه السلام بالدرازة تطرق السيد عبدالله الغريفي إلى البيان الأخير لآية الله الشيخ عيسى قاسم الذي أكد فيه على التمسك بالإصلاح السياسي وإذا كان الإصلاح لا بد من قدومه فأي يوم يتأخر يشكل كارثة وطنية وضررا بالغا يطال جميع الأطراف فلماذا الانتظار به إلى الغد ترجمة نانسي قنقر